راديو كونفوس ومعالي مشايلة نعملولو نفرحو بيه ولا كيفين نعطيه فرصة جمعا جيد قول انت عسلامي سيئمير وينك سيئم حسين شنا حوالك حمدولله احنا فماشو يحدي سافري جي ديفير غروا ما جي ديفير شكون قال جي ديفير ايه تفضل هابلون فان عندك احنا شوش نعملولو بش 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 نستغلوها سافره هذي ونخليوه يحكي بزايد نزوكم الالمانيا اليوم منذ سنوات خلينا نقوله مستبعينات تحبت ولي مهندس المانيا طورت الحكاية لانه الاختصاصات تنوعت داخلت اختصاصات جديدة لسوق الشغل ولكن تبقى المانيا من اكثر الوجهات طلبا عند تونسا خاصة مع تغير شوية خلينا نقوله العقليات اليوم تجنب تبشي الالمانيا وانت بتحكيش المو تتقرب لانجلي في المانيا نونك تسهلت الحكاية اكثر وزيد مع التسهيلة تلي تقدمها لكم ايديولد العملية تولي اسهل بياسر خاصة بوجود مجموعة كبيرة من البارتونيغي اللي جستما وبعد شوية يدخلوا معنا كونستركتور اونيورسيتي اللي بش حكينا عليها امير مليح بش زارها وعد ايامات الغادية مقبل ما نمشيه للمانيا جستما خلنا نبدأ معك انتي ليندا مرحباش عجي دفاع اكاديميك في ايديولد ايديولد ما هيش المانيا بارك هي عدد كبير من الوجهات في مختلف انحاء العالم فورص كثيرة جدا هذوي الفيديو القاعد نشوف فيه هو متاع المانيا انتم بعض نرجع امير اذي صوارهم انتم بعض يحكينا عليهم باكثر تفاصيل نونك فما جورني بورتوفيرت باسمال عبادل تحب تمشي تقرأ في الخارج عطينا فكرة تفاصيل شوية كيفيش ووقتيش وشكون ينجم يجي وكل شاي بيه انشاء الله عدوا بشي نكونوا موجودين في فلاك في سوسا وفي سفيقس انجم يجيونا اكسي غراتويل للعبادل كل بشي نحكيو على سيفيس انتاع ايديولد شنو اللي باراني نجم يجيو بحذين اللي حبوا يكملوا يقرؤوا البروا عندهم بروجيو مش عارفين كيفيش يحضروا دوسياتي حامل بروسيدور لو رقمتاع الفيزا شنو اسبيساليتي اللي بشيقراوها شني الفاك اللي بشيقراو فيها مش عارفين دانك ينجم يجيو بحذين كيف كيفيش يبدأ ينجم يجيو بحذين كيما قلت في سوسا تونس وسفيقس و اكسي غراتويل للنسل كل زوز اسأل هامين في الاطار هذي نحكيو على السنة الجامعية هذي وإلا نحضروا الملف يعني ما زالت فما فرص ديزانسكريبشن في بعض الوجهات ما يسمى باللزانسكريبشن مثلا متوقفن خطرين فما الانسل ايضا يعش في سنة الجامعية الفين وعفة وعشرين الفين وخمسة وعشرين كي يبدأ توا مثلا ردوة نحن يقرأ في صحن عم لاحنا بش نسأل فما فرص هي بار شعب يجيو بحذينه للاجنس مش في بالهم اليل ساييه ينغاتي الرنترية معش نحن يخلطوا يخرجوا العام هذية ومينحن ينجموا يمشوا كين سبتمبار جيه نعم نحب نقول راو ما زلت عندهم فرصة بشيخلتو سني للرنتخي دي كالي فما ببلزير دستيناسون ما زلوا محلولين وينجمو يلتحقو بالعام الدراسي هذي في في الغنتخي متاع جنوية فبريه دميل وانسانك دونك ما زلت عندهم الفرصة للعبيد اللي اخذيو اغيونتاسيو مع عجبتهمش يخمو بديو يخمو تاويكا في القرايا البرا بديو في الدو سيمتاحهم ووحلو معرفوش كيفيش يقدمو دونك ما زلت عندهم الفرصة وينجمو يخلطو يلتحقو سني وميخسرش العام تاحا بي سؤال اخر قبل ما نخرجو البوب ومبعد نرجو بش نفتحو اكثر تفاصيل ملف المانيا والدراسة الجامعية في المانيا دي ما كنتوجهو نحكيو ايدي وولد يعني يكون فما مفهوم عام عند الناس انه فقط العباد مثلا ينشحة في الباك ولا العباد اللي عندها لسانس تحب تعمل مستير ولا العباد اللي برميراني حابوا يعملوا تخصف دو كريدي ويكملوا قرايتهم في الخارج هلونيك فرص للدراسة في الخارج عباد ما عندهش باك مثلا تحب تعمل بي تي بي مرعبش انا تاخد دي بلوم فما امكانية انه الفرصة تمنح ايضا لمن لم يحالفهم الحظ في امتحان البكالوريا بيانسور ديجا حتى هومي نجمو جيوبا حذين الى العباد اللي مخذيتش الباك اللي عندهم الب التپ بي البيتس يم sheep الأنوة الدية ويحب ويكملوا پخ أمتحا لا يوجدهم لديهم الحيث تلك المنصد موجودة ويوضانات ترينى على مدينة y موجودة ويوضانين في القناة ويأخذوا كمسا إدهي بش يعرفوا روحهم على شنواء منتا ويبدأوا المشروع على كل هذا كل يجي في إطار لجورنة إدكاة 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 منتجال هكا عليش إدوالد رودوا طبعا نذكركم بالمواعيد و بالأدرس وين بدارتنا جمودكنوا حاضرين وتحية جسما أن اليوم كنت في زيارة اللي لكونتا إدوالد تحية للنس الكل اللي يخدموا الغديك شكرا على حفاوت الاستقبال كيف كيف الجماعة في استوديونا مشكورين جدا بوب ومبعد هنا راجعين شنكابلوا معاكم نفتح ملف الدراسة الجامعية في ألمانيا إنتو ما تسمعوا في ألو إيفان سبيسيال راديو كومبوس إيفان محلى راديو نذكركم غضوى لجورنة إدكاة موندية إدوالد تنظم يوم مفتوح للناس الكل اللي تحب تمشي تخوف فكر على الدراسة في الخارج الاختصاصات الوجهة الكلفة الملف كيف يتحذر كيف يترفقكم فقط لنت قبل ما نمشي ونحكي مع سي أمير فاما أليا فاما يونس كريبسيان بش لعبات تمشي ولا لك سي دونك مفتوح للناس ينجمو يجيو للناس الكل محنا موجودين في الليلة كومتاعنا في تونس وصوصة أو السفيقس ينجمو يجيو بحذين للناس الكل أي عبد أي مرحبا مرحبا في إسبانيا ولا في دول أخرى تش يقول لك إنا توش نقلقوا نتعلم لغة ويزي مني نعدي نيفو بش نمشي نقرأ اليوم الدولة ذكت أنه سوق ماركتنج يعني ماركت كبير ولعبادة تفك في الطالبة الأجانب تحب تقرأ بالانجليه تفضل هذا جديد في ألمانيا نجمو نبدأ بالنقطة هذية أنه اليوم تنجم تقرأ في ألمانيا ونعرفوا تعصب الألمان لغتهم وثقافتهم بذك فتحوا المجال للعبادة اللي ما تحبش تتعلم لغة الألمانية كلغة دراسة ولكن تحب تأخو ديبلومها بالانجليزية به نحكيو على الموضوع متع اللغة أول حاجة معتك توصل للبلاسة معت الخطرت أو ألمانيا ومحكي تسهل لفاكولتي وكل اللي يقول لك أنه الدولة الألمانية وليت أنه تطلب من المجمعات أنه يقريو باللغة باللغة الانجليزية عليش على خطر حسو اللي زيت يديون معتها الألمان لم يكن لديهم مجال أنهم يخدموا في السوق العالمية فهمت على خطر قعدهم مركزين برشا مع اللغة لذلك السيستام قاعد يتبدل لذلك بعض الجامعات وليت عند الحق مع أنه تستقطب تلمد أجانب باللغة الانجليزية يقرأ 100% بالانجليزية معنام فهم حتى دمونت على أنه يكون عنده نفو ألمان هو بعدما قرأته بطبيعة الحال يتعلمونه للمان عنده ديكور ألمان موجودين في الفاك يحضرهم ويجوا يتحلم اللغة الألمانية لذلك الأفوانتاج تسهلوها برشا لحكي سهلت نحكي عن تجربة شخصية كي بشيت للمانيا في البلاسة للرجيون هي برامن المشكلة للمتاع اللغة ما فهميش جملة نحكي معك حتى تخرج تقضي تتعاشى بش تركب في التكسي في المترو يحكي معك انجليزية والعبيد اللي عيشوا في ميكا فهم برشا أجانب معناه خطر كلها دي فاكولتي معناتها كلها دي فاكولتي في ميكا البلاسة فهم برشا طالبا جيين من البولدين المجتمع تلون مع المنحة جديد للمنطقة بما انه تستقبل برشا الجانب لك وليت اللغة المعتمدة هي الإنجليزية بطبيعته الإنسان كي بيشعش في بلاسة بش يتعلمها للمان يعني هكا ولا هكا يعني بطريقة طبيعية ولكن كل مشكلة الكسور الحضارية الثقافية مش مش تصير ما فهميش كل مشكلة نعني أعطيك أكزمبر نعرف مع تشكون عايش عنده تويك عامي يمفميك ولكنه ما يحكي لللمانية لا مشكلة في هو لا مش مشكلة يعني ما هوش ما أدخلهاش مع تلغة للمانية وما هوش لاقي مشكلة مع تجملة ما يمنعش أنه فهم عبيت صحيح ما تحكيش أونجلي ما الأغلبية بش تلقى يحكيوا أونجلي معت حتى في القاوي في كل شي بش يحكيوا الأونجلي تأثير هذا على الاندماج انت قلت لي يعني فسرتنا النقطة الأولية يعني الاندماج في سوق الشغل اليوم ديبلوم كتأخذوا بالانجلي من جامعة ألمانية طوى بعد نرجع الكاليتي والديبلوم كل شي يسهل أكثر على مستوى الانتقال مثلا للعمل في أماكن أخرى في المتحدة في دول أوروبية أخرى في دول حتى عربية على شله بتتبيعك تبدأ الديبلوم بالانجلي ديما يكون أسهل بش يحلك على السوق العالمي ولا أي بلاد أخرى معنا جيك فرصة في أي بلاد أخرى مكش بش تلقى مشكلة في الحاجة هذي ديما خير ديبلوم بالانجلي وكي ما نعرف وتو لغة مستعملة في العالم الكل ليندا مزلت ألمانيا مطلوبة مزلت فيك بلاستها في عند الطالبة مزلت قلتها منذ البداية كانت في فترة فترات جيل كامل تونسي مثلا مشي يقرأ في ألمانيا مهنتسين كانت اللي حب يقرأ هنت ألمانيا مالغادي الميكانيك وكل شي دونك فما منحة خاص فما التوجه خاص متاع عباد كانوا حتى اللي ينجحوا المجور متاع الباكمات والتكنيك وتوماتيك ما يمشوا يقرأ في جامعات ألمانية اليوم ما زل للجامعات والتعليم الجامع وتعليم العالي ألماني نفس التأثير لدى العائلات أو لدى الطلبة أكيد ألمانيا من أكثر للدستيناس اللي تاوى عليها الدماند والنسل اللي يجيو يحبوا يمشوا يقرأوا ولمجوريتي متاع العباد يحبوا يمشوا يقرأوا في ألمانيا الحاجة الباية اللي احنا دخلناها في ادوورد اللي يستمشي تقرأ في les universités اتاتيك فما كونتشون متاع موين أرقل لذي universités ولي احنا نتعامل معهم ما يتلبوش عليك موين معين يعني يسوفي عندك الباك ولا اللي سانس رات نجم تدخل تقرأ بالانجلي بيان سور فما برشا عبيد زيدا يقول لك انا نحبش نتعلم اللغة نحب نقرأ بالانجلي كيف كيف نجم يمشي يقرأ في المانيا وكيف كيف كما قلت لك فما برشا عندهم أقل من دوز دو موين ويحبوا يمشوا يكملوا قريتهم احنا نعطيوهم الفرصة بشي كاملوا قريتهم في المانيا كنت صديقان من الفريق الديجيتال بشنشوف تصور طو بزينا بشن رجوع بطويا نحكي على المانيا ودراسة في المانيا شروط القبول اتستغا اما زيارتك للمانيا امير هذو ما تصور نتخذيته في كونستركتور اونيفرسي بعد نستقبل صديقنا علي حمود اللي هو تونسي ومدير خلينا نقول وديركتور مدير الستودين في الجامعة هذية حكينا شوية على شين امبرسيون ساعة بعد نرجع بالتفاصيل اللي قاعد نشوف فيه ونوصف شوية للناس اللي تسمع فيه قاعد نشوف في تصور متاع كمبيوس كبير بارشا السال دو سبور كل شاي دونك سي مكتبة بيليوتيك عظيمة شي الانبريسيون اللي روحت بيها من الاولى يعني الحقيقة ال كالتبسيم ما خكفي والله قالت كل شي كالضحك رجع بي اللقط لل فاميك الحق معت الانبريسيون اللي تاخذها سورتو دو دو تدخل الجامعة يعني نسمع وديما فما جامعات كمبيوس كبير برشة فم معت كمبيوس نظيف منظم كل شي متوفر فيه تسمح هم الحاجات هذية ميك تراهم على عينيك بالرسمي تفهم قدش كمبيوس متاع كبير بالباه كل شي متوفر فيه معنا نحكي وفي الاسبيسياليتي اللي عندهم دي الابوراتوار معت حتى الدولة تختم فيهم دي بحوجي يعني نحكي على انه الدولة راي تختم في دي بحوجي فاللبو متاع الفاكلتا هذية على خطر كمان عرفوا تمام بعد خليوا علي يعرف بالبهم كلاسي الجامعة اللولة في الجامعات الخاصة في المانية نحكي وزيدة على المعاملة متاع اليدارة متاع الجامعة مع الطلبة متاحهم يعني عندهم القاعدة اللي مشو بها انه الطالب راهو يجي تحت مسئوليتهم الى ان يتخرج من الجامعة كنقولوا تحت مسئولية رو مسئولية شاملة من اللول للاخر حتى مش كان في قرايتك حتى البرة اي حاجة مش تصير للطالب وطالب مع عاشوا حاجات من بطبيع انسان اول مرة يطلع ما يعرش البلاسة اللي هو فيها وقف وقف مع طالب اللي ما يعمل وهي جامعات اخرين معنا نحكي النظرة العامة مفهوم الرعاية الرعاية عندهم من قطلك من اللول انت تخرج من عندهم وما يمسي حتى تخرج من عندهم الجامعة هذه عاملة الكلوب متع اللي يقعدوا حتى التوديج امس برك عندهم افن مو جابوا معت الاجتوديون اللي من 2015 من 2014 تخرجوا ديما يقعدوا عندهم كلوب اللي يحضروا فيه الفاك ويعملوا ديزاكتيفيت ما بعضهم اليومين هدا ممسي عبدا بديت تخدم وكونا ترويح وما يقعدوا ديما يجيوا للجامعة ديما فام معت السويفي متاع الاجتوديون حتى كانت خرج ترى الامبريسيون متاع وجود جنسيات مختلفة حسيت بهذا انو واحد يكسر هذا نوعا مشعور الغربة بطبيع عند اي طالب يشمش يلقى مع جنسيات مختلفة الانجليزية لانو ونحكي أكثر تفاصيل هي جامعة خاصة نطقة باللغة الانجليزية تقريبا كل انجليزية يعني نحكي حتى ما يختم في الجامعة من البروفيت كل ما يحكي بالانجلي مع ما فمش حتى حتى بش يحكي باللغة للمنية زي داره مع اختلاف الجنسيات فميكا قابلت برش طلبة وحكيت معهم مع تلقاهم بالعكس شيخين بها لحكي عليش على خطر تعدد الحضارات مع تلقاهم مع تلقاهم يقعدوا يحكيوا فيهم يتعرفوا فيهم على بعضهم وليزا اكتفيتين نحكي مع عندهم أكثر من ستين كلوب من التياتر الانواع السبور الكل عندهم ستين كلوب في جميع الانواع سبور وإلا أي حاجة في الداخل في الدوم يكثر اللي شفتوا امير فكرة انه السيستام الالماني برش برش قراية كبير سوية عقراية كبار انك نشوف يعني نذكر العباد اللي تنجم تشوف عن الفيم تيفي على اليوتيوب قاعد نشوف فيديوهات متع الكمبوس ومتع كونستركتور اونيفورسي البرتنير متع ايدي وورلد في برامن في ألمانيا يعني حتى بالنسبة اللي حب يعمل غامور كياك وكل شي يعني موفرين كل شي يكسر اللي قاعدين نشوفوا فيه عقلية انه السيستام الألماني صعيب في القراية وبرش قراية وفوليوم متع قراية كبير هذا هذا شو يعني يمشي في ذهن برش عبت بالعكس بالنسبة لك انه ستريك وراه معتا عندك مش تقعد مربوط حسر حك معتا مخنوق بالقراية كل لا معتا اللي يزي تدعون فميك كلهم ليبر معتا لمفهمش حتى لعطاء اذي خايب على النظام من تاع الألمان صحيح معتا فم نظام في حاجات معينة ما هوش نظام بتاع ضغط معتا بالعكس نظام اللي بش حسنك انت يجب يخلي كوي على برش حاجات بعد شوية نستقبل صديقنا على مباشرة من ألمانيا نحكي مع لك ونرجو ناخذ واكثر تفاصيل مع ليندا وامير على كيفية تعداد الملف للمراحل للتاست لانجليا نستحق و وبرش تفاصيل أخر لاختصاصات الممكنة للدراسة في ألمانيا لحظات ونرجع معكم في الو افم سبيسيال راديو كومبوس اي افم مرحبا في الجميع الجمعة 25 أكتوبر 2024 ماضي 73 مكابلين معكم حتى الاربعة ليندا خان ذكر مجد نقبل نستقبل صديقنا على مباشرة من ألمانيا دون جورني بورتوفرد من تنظيم ادوارد من وقت الوقت وين بالضبط من التسعة حتى الماضي ساعتين موجودين في تونس في اللاك سوسة وصفاقس بيان مرحبا بالناس الكل أي إنسان عنده مجد قرية البر يخمم بش يقرأ كان يقرأ في الليسي باك الليسان ومش يقرأ الناس الكل نجم نجم تفكير سريع بالوجهات مثلا اللي تقدم عليهم ادوارد مثلا لو اللي عباد مش في بلا مثلا انو نحن نحن على المانيا غدوة كان تنجم على المانيا لي رو القارات الكل تبارك الله بيان سور نحكي وعلى لدي سور مالتا 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 دبي والتوركي لدي سور اللغوب كم دبي توركيا كندا يو سي يو كي هذو مالتا نحن نحن نحكي وعليهم الكل لدي المنزل الكل العباد حتى عمل مدسين لنس الكل يجاوس البرك واضح خلينا نحن نرجع للمانيا كما قلنا اساسا موضوعنا اليوم دراسة الجامعية في المانيا سعي جدا مستقبل صديقنا على حمودة ديركتور ستردينت ماركتين في كونستركتور اونيورسيتي عسلام علي ايش نحو اليك مرحبا مستمع مرحبا سيدين وارتنا ديما وانا استقبل لك معايا نكون سعيد جدا انك كنت زادة يعني يعني ان ساكس ستوري بتاع طالب تونس يمش يقرأ البرة ومبعد شد اثنيته نحو المجال الجامعي ساهل انه الواحد حتى وكان يمش يقرأ في الغربة ينجم يوصل للي يحب عليه عليه من تجربتك يعني اه والحاجة انا اسعد كل مجال الفرصة بشكور معكم من فلت هايش ملسي بك عالي بوقت ميت اه دوما بالنسب الحرزي خرج يقرأ البرة من تونس انا ديما اقول انه سهلة من شوية صبر وشوية فكاية اللي عمنا منه موجود في الجنراسي ومتعنا الكل نجم لنشو نجم نعم بحاجة بايرين والبلاد نجم قبل انا نمش التفاصيل ونتعرف اكثر على كونستركتور يونيفرسيتي عندكم توحاليا طلبة تونسا في كونستركتور يونيفرسيتي بيانشور ماذا معنا نحاول نوصل لهم المعلومة الصحيحة ونحاول نساعد لهم في البروسيس كل هاو سؤالي شو يتميز الطالب التونسي لانو ديما تتقال الكلمة هذي التونسي كيتحط في بلاسا في هالي كونديسيون يبدع لانو ساعات لنا هنا دون ما تكون فما ظروف ملائمة بالمتوفر هنا ويبدع ويقلع بلاسا وخليك نحطوه في بلاسا وكنا نشوفه في الفيديو مشكور جدا صديقنا امير جابنا برشا فيديوهات من الكمبوسي بتاعكم كيف جوهم الطلبة التونسي الغادي متأقلمين لقين رواحهم سباب علميا اكاديميا اجتماعيا ايضا والله احنا نستديو التونسي كيف نقول احنا نحن 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 غوثكيين بالبرقرام اللي نقرأهم في تونس والبركور اللي عادي في تونس كيف عنا لانق ما شاء الله نعرف نتعامل مع اللي نتعانجي الكل نعرف نتعانجي احنا دونك ما وجوش مشاكل بالعكس مزيت كنت نطبع معهم للجروب اللي مزال وكي جاء عندهم شبرشة امور طيبة امريكيين يقرأوا ويحبوا يكونوا عنا اكثر من هك كتوينس لانا بالحق تجربتهم عنا في كونستركتور كانت ناشا جدا امير قبلي شوية يحكي على مفهوم الرعاية في كونستركتور اني مؤسسة جامعية مسؤولة عن الطلبة مش فقط هما موجودين الغادي لتلقي النظام الاكاديمي ولكن فما نوع من الرعاية فما نوع رعاية كبيرة بارش حكي امير ناخد عليها فكرة كيف تتعامل كونستركتور يونيفرسيتي مع الطلبة خاصة انه اليوم هي مفتوحة لعادات كبيرة من الطلبة الاجانب من العالم الكل بيانسور كونستركتور توقف براتيك مو في اكثر من مئة وسبعة ورشين ناشناليتي هي مؤسسة تربوية بانتياز في مرحلة أولى انه تحاول طبعا مع اللي تدين قبل ما يوصل تشوف تركع مع البروسيدور الكل تدخل بيش تحاول تحل مشاكل يتعرض لها كالبسوة في البروسيدور متع البيضاء ولا في الاغيباج متاح هم كيف الادبتاسيون في الكمبيوس وما اللي جورنيتي ما نعملهم بيش نحاول ونفس القانون الدولة للقراية للقونتاكس مع العباد كيف عن ايطار تربة ويادنس خاتي جدا يقوم بالواجب وكيف سواء مع الستيديون قبل ما يجي ولا يجي هذا مرظوف الكل تخلي الستيديون مرتاح اللي بارون سيرتون مرتاح وسناجي معنا بجي برش تي بارون مع الستيديون تونس والحمدلله اخذينا الفيدباك البي ومرتاحين ومتطمين على ولدهم خلني اخذوا فكرة على الاختصاصات اللي نجو نقرأها في كونستركتور كنت تسمح امير اه علي عفوا امير يعرف اكتر من والله هاو حتى جيب مع الابوس المائم بتاع كونستركتور اليوم هو يعمل لكم في البلاتو بالنسبة الكونستركتور كما دي ما نقول هي top one private المانيا هي الجامعة الخاصة الاولى كيف يفيد احسن خلص جامعة موجودين في اوروبا فيها 3 فاكولتين فيها الكون انجينيور فيها الكون تاع السيانس وفيها الكون تاع الجيسة لزيفر بزنس مع كل الكون فما بخاتي كمو اكثر من 5 6 دي progrام الهاجر التمي سكنستركتور الهي 100% انجلي مع الوزارة مع السفارات الموجودين في البلدان الكل دون كذلك خليت جامعة محذرة روحة كما تقول من الكتير الكون كتير الميس خطيفة اختيار الكون في البداية حكيت لنا على التعلق الالمان مثلا بلغتهم بثقافتهم ولكن انفتاح اليوم الجامعات الخاصة كما الكون على العالم الكون كون انجلي كان له تأثير هذا على مستوى الطلبة على مستوى الاقبال متع طلبة عليه بيانسور حتى المانيا بعد ثانوات كان ديما تشتصيح ان يقرؤوا الاستيديون بالالمان والبروسط يكون صعيب حتى مع الانجلي وليس سيبور للاستيديون تبشي تقرأ بالانجلي عنا بخاتيك مو سنكون برصان من الاستيديون من الدول الأوروبية يخليوا بلدان هم يجو يقرؤوا عنا وانجلي بخاتيك مو هو المفتاح لليز بورتونيتي لكل من بعد ما مننسوش دا اللغة التولة اللي وما فيها دونك عليش نقريرهم للمان بغالير مع قرائيتهم ما يكملوا البخور متاحهم يكونوا ديزا متخيزي للمان بالقدي الحاجة التنية جيدة انه عنا الجوب ريت ولا فرص الشغل بعد التخرج تقريبا 93% في أول 6 أشهر يعني أول 6 أشهر عنا تقريبا للمنذج اللي كتخرج الكل يكونوا يخدموا في ألمانيا ولا في الدول المجارة في أوروبا هاني رجال للنقطة هذي باكرة تفاصيل مقبل هذي ما يعرف عن السيستيم الألماني انه سيستيم ضغط يعني يقول لك مكينة الألمان في قراية في الكورة في أي حاجة يعني الألمان يخدموا برشة بالبرشة يعني حس ما شفت الكمبيوس ما فاميش هذي يعني فما نحس أنه الحكاية زين أكثر يعني هالفكرة هذية متاع عن قراية كبير برشة متاع عن ستخيس كبير برشة مش موجود نتصور في حس ما شفت من الفيديوهات هوتا نعود ونشوفوهم زادة معانا في اللايف صدقني هو صحيح من كن غطوغ مع الدول الأخرين مع تونس نحن نحن من السيتيم ديديكاتي متاع زد راه فعيب راه في برشة بماتير في برشة سويا قرية لك يعني تونس بخاتي موكي يخرج الغادي ميحس شوما فرق ميحس شوما ضغط بالعكس مقرح مفرهد أكثر بش يكون عندي وقت للوزير وبش يعمل حاجات أخرين يمجح فيهم دونك موجودة الحكاية يعلمون شوية الورغانيزازيون شوية كيف نكون مضبطين أكثر مي كوتير قرية بالسيستام اللي عمنا في تونس وبال الفورميسيون اللي اخذنا في تونس ننشح وما نبقى مش مشاكل في الموضوع آخر سؤال الهدف متاع أي إنسان يقرأ في الجامعة الخدمة من خلال تجربتك الإعداد للسوق الشغل في مختلف الاختصاصات يتم عبر الإستاج منذ قليل عطيتنا رقم 93% عملية إدماج الطلبة المتخرجين من في سوق الشغل في الستة أشهر الأولى هذي تخدم عليه في سنوات الدراسة من خلال الإستاج من خلال كما قبيل القدم يعني العباد اللي بتاتر تخرجوا قبل من كنستركتور هم اليوم ولا عباد يخدموا في عباد أخرين بيانسور في ألمانيا في قانون جديد من الجمعة يجي فيها 20 ساعة في الجمعة في هذا يتعطي الاسم يدخل في الدومان متاع الشوق الشغل بلوس أنه في الجامعة عنا ديستاج أبليج العمل نعطي الوبركتونيتي اللي تدعوهم ما ندخلوش في العملية مثال النيكوسياسيون حبو يتعلم كيف يتعامل مع الوضوص يومان مع الكنتخاب مع النيكوسياسيون مع الحقوق متاعو ما يوصل للتخوزي ماني يكون ديجا هو في الشركات التي تطلب في الانتجام بتاعنا يوصل للشركات يسئلون كل عام قدش عندك من تدعوهم مش تخرج من الكمبيوتر من البيزنس من السيانس من بيولوجيا من بيوكينستري لليست تكون حاضرة حتى قبل ما يتخرجوا ويبديغل في عملية المقابلات والانتجربيو لذلك هذك عليش في ستة شهور ولمين وهذه حاجة ما قاعدين نحاولوا نخدم عليها هذك عليش ما نحلوش دي بروغرام اللي نعرفوهم ما همش مطلوبين هذك شكرا لك علي حمود دي عكتور ستودنت ماركتنج في كونستركتور في المانيا مشكور جدا على قبول دعوتنا مجددا وديما نقول هنفرح برشا كي نلقا وتوين سا مش فقط طلب في مؤسسة جمعية صارت لي برشا مرات حتى كي حكينا في فرنس نلقا مديري ونلقا وعباد مشت في الاخر يعني كيما علي كيما غير وما في الاخر دي ساكس ستوري شجعو ورين انو ساعات تثنية الدراسة مش ساعات تسعين بالمئة ما نحبش نقول يعني انو وقت اللي تمشي كيما قال عليه بالظروف اللي تتوفر لك متنجم تكون كن ناجح موافق إن شاء الله سي علي نشوفوك قريبا إن شاء الله في تونس إلى اللقاء صديقي إن شاء الله مرسي عايز بسلامة بسلامة دونك خذينا فكرة على مختلف دونك عندي بعض الأسألة أمير دونك حسما فمت من عليه دونك سيستيم لسنس ثلاثة سنين القرية في ثلاثة سنين وعلى فكرة التواضيح عنا تونسي آخر يخلق للجامعة مؤخرا للجامعة مشكلة علاء يعني سكس ستوري أخرى للإنسان هذيت إن شاء الله نهار آآ 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 ثلاثة سنين يقرأ وعمل مستير ما زائد حاجة لأفانتاج أنه في الباشلور وكي تبدأ باشلور في دمين إنجينيرين يحتسب معنا أنك قاري إنجينيرين معنا مش كمال لسانس في تونس لأ لسانس يعني يعني فرصة خدمة به معنا حاجة هذه مهيش أبستاكل أنه أبليغاتور عليك تكمل مستير إعداد الملف بالنسبة للدراسة في ألمانيا يصير قبل بعام وإلا فما ديون تخذي كالي مثلا في ألمانيا كيف تم العملية بضبط إداريا بالنسبة لكم أنتوما باش تشوفوا مع الطالب مع البرتناير وكل شي بالنسبة لتحذير الملف ما يستحقش أن يكون قبل بعام حقيقة في ظرف معت ثلاثة شهور تقدر أنك تعمل في ظرف ثلاثة شهور تقدر أنك تعمل الملف إذا معت الورقة تكون حاضرة رك في ظرف ثلاثة شهور تجم تعامل مع شو يعني تحاضر يعني يعني ورقه موجودة متوفرة مش مضايع باك ديبلوم لطمح باسبور موجودة أهم حاجة أهم حاجة أهم حاجة الباسبور الباسبور موجود باقي كل وسيل يعني رهي ما تطلبش برشة وثيق ألماني عالطالب ما تطلبش برشة دي دوكيمو عالطالب معت كي تشوف العملية رهو بعدي كنت تتحديل ملف ما تطلبش عليك برشة شو ما شهورت القبور نأخذ مثلا أهمية توجود دي پارتنار كيمة كونستركتور في تسهيل عملية قبول الطلبة يعني في تسهيل عملية قبول الطلبة نحكي وكوتي فيزا أهم حاجة ومش شروط لتفرضها معليك السفارة أنه كي باش تصب الفيزا متاعك لابد يكون عندك هنا تستيسيون حاجة تثبت أنك عندك اللغة الإنجليزية إذا أنت مش تقرب الأنجلي بتبيعة الحال هونية الجامعة تسهل عليك إذا الطالب لا يوجد وقت بشيء الحق يعدي للتست نعرف من القاوة جديدات التي تست لكي نعديهم الجامعة هنا هي تعدي لك التست ونليني والسرتيفيكة معترف بها في السفارة لذلك هذه تسهيل من التسهيل التي تعمل معك الجامعة بالنسبة لشروط اللغة بطبيعة الجامعة تشهر تعليك نيفو متاع لغة ما هنا كيف نقول رأي مع الطالب إذا ما الحق أنه مش عادي تست بلاده رأي الجامعة تجمع معتها يتوفر له تست يعادي عنيني في أي وقت لغة تسهيل بها ثاني حاجة معتها رأي الجامعة ديما تقعد تفكرك إذا أنت قدمت عليها رأيه في شو قعد تتبع دوسي يحط لك شخص معين نيطل هلك بالدوسيم تتبع ديما فم الريماندر يجيوك على الميل لازم تعمل هذي نيقصتك هذي ديما معتها رأي الجامعة تتبع دوسي من أول من أول للأخر نجم نفهم مثلا على أقل في السيستام الخاص مع اللي باخت النغ بتاعكم أنه يقبلوا طالب صفحة بيضة قبيلة فسرت لندا مثلا الشروط القبول في الجامعات العمومية الألمانية تطلب نيفو معين في الجامعات الخاصة نجم ونتنزلوا عن بعض الشروط لأنه هما يتكفلوا بالتكوين يعني فما نجم نقبل الموين ضعيفة طالب أمي زي مني نعرفه الطالب على الأقل نحكي معه نفهم وهو هل هو هل هو يتخدم معليهم بعد بيش يكون طالب ناجح بيش يكون يعني خريج الجامعة لأنه فما الجامعات لا تلعب بالسمعة متاحة يلزمها تختارهم بالكعبة بيش يقولوا ذلك ما تخرج من الجامعة الفلانية يعني يحافظ على السمعة معا ونحكي على الجامعة الأولى في ألمانيا بطبيعة الحال فما أنترتيان بيش يصير من الأول مقبل ما تأخل تقبلك الجامعة فما أنترتيان كيف تختلف البورس من طالب لطالب حسب النتائج نموين 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 يعني صحيح تقبل معتها نموين الكل هون يقول الفرق في البورس التي توفرها الجامعة للطالب أنه كل ما تكون نموين أقوى كل ما تكون أنت نجمجي قايد غضوة في الحكاية ذا مرحبا يعني هذا تشجيع من عند الجامعة فما تسهيلات حتى أنك تجمع بالنسبة حتى الكوتي فينصية تعاونك تعاونك فما تسهيلات ويحبوا يعرفهم أكثر يجو بعضنا يتعرف عمي ديما نحكي مثلا مع عمير ومع علي ركزنا على الجانب الأكاديمي الجانب البقي التحذير مثلا لأن ساعات تلقى إنسان على ورق محله كميلف ويتربث مع معنيش يعني ما تعلمنيش في الليسيات متاعنا فما عمري ما خدمت مثلا المجتمع مدني عمري ما عملت فسافاس تضيع عليها الكلمة فما إعداد للعباد لأن ساعات يغيذك إنسان بشيخص الفرصة فقط لأن ما نجحش في انتروتين خطروا مشو مالف حشام ما عندوش كل بريزن دو بارول مبليك ما يعرفش يدفع معرفش يعمل للمشروع وهو تلقاهم معين تقولوا كتبهم لتو يكتبهم إما بشي عبر يوحل ساعات فما إعداد خاص مرافقة لهم في اتو وورد للموضوع هذا بان سور احنا برمي السير بان هوما الكوتشينغ على لازم التعام احنا نعطي لكيستيون هاو تقريبا لكيستيون اقريبا لكيستيون ونعطيو شنو والتو جميع لازم يجيوب كيفما دي كيستيون بيج ما لازم كيفش تبعد عليهم كيفش جيوب عليهم دونك احنا برمي السير بانا هوما هو الكوتشينغ على لازم التعام دونك هاو هاو اتاب موهما برشا بش الدوسي متاع كي تقبل وزيدا مش كيف كيف مش كين المتاع الپاك دي موهما ويجب عليكم أن يكون أتناعً الأوراق واحدة التي تتقومون بها نحن عن بها أولاً بهذاً الناس أجدهاً التي تريدونها اعطاء أعطاء الأفضل والذي بها أنفسي ما في الثالثة من الشمات العلمين من البشراء أخبرهم ويجب عليهم الثالثات مهمة اللي هم هم وليه باران متاحهم ووين بيش اسكنو وليدهم دونك هذي هذي ادوورد لسرفيس متاحة وشنو وهي تعمل دونك احنا نبدو مللول بالكل مللوريونتاشون مشوا اي تابليسمان كيما شنواليزوني بيهين كيما كونستركتر اللي هي البرتنار متاعنا نتعملوا مع دي بارتنار عليش بشي سهلونا البروسيدور ويسرعو لنا كيما قال امير المانيا في شهرين تليفت نجم تمشي لها احكي كنتبدا انتي دوسية واحدة كراوتنا جمتقعد دفمانيا شهو ساشان كزيدا اي تولي فما البلاتفورم متاع اللاكسين بتتعلم اللغة يعني لسين انكوري نجم يبدأ يتعلم اللغة دجا بلاتفورم خاصتها ادوورد للي كونددان تح احنا نجم تقرأ بالانجلي اما مهم يسر انك تتعلم شوية لغة البلاد اللي ماشي لها تعاونك في التransport بيش تخرج بيش تقبي بيش تشري لانك حاجة مهمة يسر احنا نجم تعمل اكمباني من الوريونتاشن ومشاركة 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 امير عندي سوال شخصي كنت اسمع بعد الزيارة الكمبوس متاع كونستركتور يونيورسيتي في برامن فما امكانية مستير الغادي اللي كنتي حيرتلكش المواجعة متاع ماذا بينا نرجع نقرأ في الظروف هذيك الحق حيرتلي المواجعة على وين كنت نقرأ الفرق كبير معانا الحقيقة انتشار انك تقرأ في ميك معطا نحكي و الكتار اللي كونديسون المتوفرين انتشار انك تقرأ حتى كتقاء اللي بروف كي قاد تقابلهم معانا وتشوف الكلاس كيفاش قريب في الطلبة معطا سيستيم اخر معامل اخرى كمبلتما نحكي نحكي بشي لديورد نحكي حضرولك ميلاف مرحبب بيك عنا رضو جونة بطو ويرت عنا ده بطونار في المانيا شوف الكدن خالخ نختم بذيه دانك جستم خان ذاكرو دانك لندا بجونة بطو ويرت دانك رضو وينو من وقتش وشكوني نجمي جي بطبيع به نجمي جي ونس الكل لسيطان 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 شنوالاوراق لسيطان العبادة اللي تخدموا تحب تكمل باكور متاحة العبادة اللي ما اخذت شلباك بيتي بي بيتي اس اي انسان في مخوا فكرة انو يكمل يخرج يقرأ البرة ينجمي جي بحذينا الادوورد احنا موجودين في تونس في سوسا وفي سفيقس مرحبه بالنس الكل تنجمو تكونتكتيونا على نميرو متاعنا اللي هو ستة وخمسين ستة تسعة خمسة ميتين وخمسين دانك ستة وخمسين ستة تسعة خمسة ميتين وخمسين مرحبه بالنس الكل وان شاء الله ربي سهل للنس الكل مرحبه قائد وطبيعة من صفحات.يدوورد.يدكاسيان مرحبه بالنس الاجرنية الادوورد تحتفل بها ڭوورد على طريقتها من خلال الجرنية بورتوفيرت في تونس وسوس فيقس المرحبه بالنس الكل مرحبه بالنس الكل امشي اسئل ما عندك ما تخسرين دي ما نقوله امشي اسئلسِي غطوي ما تعرفش على الدنيا متعرفش على الفرصة كيفيش بش تكون موجودة اعتديك ساحة شكرا ليك لنده بوفايدن شارجي دافير أكاديميك في إيديوورلد. سيامير سيلا مرحبا بي كونسيدة دوريونتسيون في إيديوورلد. تحية أيضا العلي حمود ديركتور ستودينت ماركتنج في كونستركتور يونيفورسيتي في بريمن في ألمانيا. البرتونير متاع إيديوورد كانوا معنا مباشرة من ألمانيا. حكينا على مختلف التفاصيل تم دراسها الجامعية في كونستركتور يونيفورسيتي. تحيتنا سيسوفيين كانوا معنا في الإخراج. جعل ميلاد والبارح. إن شاء الله كل عام تحيي بخير سيسوفيين. إن شاء الله بالخير والصحة. سيين كانوا معنا في الديجيتال. تحية المي ونسرين في الإعداد كل عادة كامل الفريق. أنا حسين بلوين. سلام عليكم. تقابل إن شاء الله جمع جاء كل عادة نفس التوقيت نهارة جمعة مطلسة لاربعة ديما على إيفان محلى راديو. نسكول بسلامة.